اشتركوا في القناة 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 أحب من البعيد أو المعرفة الكبيرة من المعليل أنا في المكسرونى إعطائنا الهليب مع المعليل أحبا الأضعتنا على وهو أكثر من المعليل لماتنا نحاول إلى الكرمة مصادر أحبتها في المكسرونى خاتفين في المكسرين أحمي 250 ml ل Portuguese وديك قليلة ترجمة في المصدر سأبدأ القليلة للترة أبداً أوعق آخر في المصدر أما الأن سأبدأ 3 أقصير وطبع رمزكس ومطرروا في الأمثال هنا سنضيف البيض مع السكر والناشا ونخلطهم جيدا بواسطة الخلاط اليدوي نضيف الحليب بالتدريج ونكمل في التخلاط سنضيف الحليب بالتعب في التخلاط والناشا ونغطيه باكس بلاستيكي ولا ورق الشفاف ونخليها تبرد على جانب ونبعد حندخلها للتلاجة حتى تبرد تماما جو في لا ريزرفي دون زي ريسيبيون انسويت لا كوريرا فيك دو پاپير فيلم ولا لسي تيدير انسويت لا ريفريجيري هنا بعد ما طبتلي هذيك لجنواز دوك رح نقطحها إلى دوائر أنا استعملت غير هذي العلبة يعني حبيتهم يجيو شوية صغار ولا تقدروا ديروهم الحجم تحهم كبير هذي الاختيار يبقى لكم دوك رح نقطحهم جع إلى دوائر على ده نمبر تحكم جميعا جميعا ديكوپ ديسر pour ما part جديد فقط إليه جنواز تيديرا قمتلا من ديكوپ نالازم تخلي ولكي كتحكم ولا لاجنواز تحكم تبر تماما قبل ما تروحوا تقطعوها لا جو رتورنا ما كرم باتيسيار وتخلطوها جيدا دوك رح نجوز للمونتاج خضيت القطعة الأولى درت عليها شوية تاع الحليب ليكون بارد ولا تقدروا تديرو لوسيغو وبعد درت شوية تاع الكريمة وعاود تغلقتها بالقطعة الثانية هنا رح ندير شوية تاع الكريمة في الجوانب ورح نجوز في اللوز ليكون مطحون خليتوها كده شوية يكون كبير مطحون ويكون تاني كمحمر باش يكون ذوق تاعو بنين ولا تقدروا تديروها في الجوز الهند ولا يعني هاد شي بقى اختياري هنا يدوك من الفوق رح نعاود نضيف شوية تاع الحليب ونزينها من الفوق بالكريمة وفي جهة راني اخديت شوية تاع المربى الفراولة ورح نديرها في الوسط وبنسبة تانيك لهاد تزين تانيك يبقى اختياري تقدروا تعاودوا للمربى الفراولة بلاسوسكا غامال ولا يعني بايشي متوفر عندكم هنا ينتحصلوا على هاد الشكل يكون راقي ورح نكمل فنفس الشي حتى نكمل جاء الكمية تاعي الضوز بمشايا اغنق بحضور بالنزل بما اعجب الوز تغني بما يمكن استخدامها بحضور عيش بيكadi وضع بحضورات الحصر الجمع بالتسائل الحصر سأحجب البراج الأصوصر أنا الحصر سأستمر بالتعامل 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 هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفة تاع اليوم دمنى انه الوصفة نلتعجبكم مرحين تجربوها ونجحو فيها ونقلكم إلى الملتقا إنشاء الله مع على فيديوهات ووصفات جديدة السلام Voici le résultat final de notre gâteau j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu et que vous allez l'essayer je vous dis à la prochaine إنشاء الله avec de nouvelles recettes et de nouvelles vidéos السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة